حينما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان واستخلفه في الأرض سخر له كثيرا من النعم والخيرات التي لا تعد ولا تحصى ومن بين هذه النعم الحيوانات فالحيوانات هي مخلوقات تعيش مع الإنسان على هذه الأرض وهي مسخرة لخدمته في معاشه ينتفع منها في لباسه وشرابه وطعامه وركوبه وكثير من شؤون حياته ولا شك بأن الإنسان يختلف عن هذه الكائنات التي خلقها الله في أوجه كثيرة فما هو الفرق بين الإنسان والحيوان هذا ما سنتعرف عليه معا من خلال هذا الفيديو من قناة كل جديد حول العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدث إلى حضراتكم في هذا الفيديو عن الفرق بين الإنسان والحيوان هناك دلالات كثيرة تبين مدى الاختلاف بين الإنسان والحيوان أولا الإنسان مكرم من عند الله تعالى كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان تكريما لم يعطيه للحيوان فقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم فأبدع سبحانه جل وعلا في جمال تصويره وكمال خلقته ومن مظاهر هذا التكريم أن جعل الله سبحانه وتعالى له جميع الحواس التي يستطيع من خلالها أن يسمع وأن يبصر وأن يتكلم وأن يشم أيضا فجميع ما في الإنسان يدل على عظمة صنع البارئ سبحانه وتعالى قال الله تعالى في كتابه الكريم وفي أنفسكم أفلا تبصرون ثانيا الإنسان مخلوق عاقل مدرك أعطى الله سبحانه وتعالى للإنسان نعمة العقل بينما حرم الحيوان منها فلا يوجد على وجه الأرض مخلوق يعقل حاله وأحواله كالإنسان وهذه النعمة تمكن الإنسان من التفكر في ملكوت السماوات والأرض حتى يتبين آيات الله سبحانه وتعالى كما تمكنه من الانتفاع في حياته وابتكار كل ما يصلح لمعيشته من أدوات وتمكنه هذه النعم من فهم الناس حوله وإدراك سبل العيش وطبيعة العلاقات الاجتماعية وفهم ما يدور حوله من أحداث ومواقف بينما يكون الحيوان مخلوقا لا عقل له يتصرف في حياته من دون إرادة ولا تفكر وإنما هو مفطور على ذلك من الله عز وجل ثالثا الإنسان مكلف شرعا كلف الله سبحانه وتعالى الإنسان تكليفا شرعيا باعتباره إنسانا عاقلا فهو محاسب على أعماله وأفعاله أمام الله تعالى ومجازى عليها منه وهذا التكليف يحتم على الإنسان البعد عن ما نهى الله عنه والتزام أوامره بينما لا يكون التكليف الشرعي للحيوان لانتفاع العقل والإدراك الذي هو مناط التكليف وسببه رابعا الإنسان محاسب يوم القيامة يحاسب الله تعالى الإنسان يوم القيامة على أفعاله التي اقترفها في الدنيا ويترتب على هذا الحساب إما دخول الجنة أو دخول النار ولا يزو بالله فلا نهاية لحياة الإنسان ولا فناء لروحه وإنما هي تنتقل من حياة إلى حياة أخرى بينما يكون الأمر مختلفا عند الحيوان حيث تنتهي حياة الحيوان بانتهاء الحياة الدنيا التي يعيش فيها حيث يقضي الله سبحانه وتعالى بين الحيوانات بسياسة العدل المطلقة حينما تقتص الشات القرناء من الشات العجماء ثم يقول الله سبحانه وتعالى لها كوني ترابا فتكون بإذنه كل هذه المعلومات كانت عبارة عن الفرق بين الإنسان والحيوان والأشياء التي كرم الله بها الإنسان عن الحيوان أرجو أن يكون الفيديو أفاد حضراتكم وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة